حاملين معهم عادات وتقاليد 22 دولة عربية تعيش الجاليات العربية بالولايات المتحدة أيام وليالي شهر رمضان المبارك بأجوائه الروحانية المعروفة وفي مدينة نيويورك تحرص تلك الجاليات على العادات الرمضانية المعروفة كشراء الفوانيس التي ظهرت في كثير من الشوارع الأمريكية أو تجهيز المطاعم للأطعمة التي تشتهر بها الدول العربية في الشهر الكريم وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية إلا أن الجاليات حاولت الجمع بين تطبيقها وبين الحفاظ على العادات السنوية التي تعيد إليهم روائح أوطانهم العربية ولو لشهر في العام نحن يوجول نفتع الساعة التسعة بس في رمضان نفتع الساعة التناش عشان تعرف الناس بتكون صايمة أكتر شيء الشغل بيكون هيك قبل الفطور بساعة وبعد الفطور بيكون كتير كبال على الأكل بتعرف الناس بتكون صايمة وهيك بتحب تفطر بتيجي على الفطور وبتيجي تأخذ بعد الفطور كطايف وبكون عندنا مشاريع بخروب والتمر هندي والله في أمريكا ابتدت دلوقتي الجلوية العربية والإسلامية يعني يبقى فيه عادات كبيرة جدا فبدأ يبقى فيه أجواء رمضانية هنا موجودة في المساجد في الأشياء كتيرة المحلات العربية فبقت يعني قريبة لكن طبعا مصر ليها طعم خاص ورمضان في مصر ليه طعم مختلف عن أي مكان في العالم نفتقده دائما إذا بينا كانوا في الأول عرب دلوقتي فيه أمريكان الشيينيز الشيينيز بقى يحبوا الكنافة جدا بالجبنة بيحبوها الأمريكان بييجوا علشان بقلاوة بقلاوة كل أنواعها والعرب بقى طبعا العرب اليمن جزائر المغربة المصريين طبعا لأن بيجوا علشان الحاجات اللي أنا بعملها الكنافة المانجو الكنافة النوتيل والرز باللبن الحاجات دي والكحك المصري أنا بفتقد رمضان كله في الغربة أنا ما اللمة لمة العلة الأجواء المصرية حلاوة رمضان في مصر في شوارع مصر ريحة رمضان في مصر كنافة رمضان في انتهت خلينا عائد كنافة رمضان في مصر بس هنا معظم الناس ممكن يكونوا مع عائلتهم أو بدون الأغلب بدون يعني فبيشتاكل اللمة والكعدة والسهرات بعد الفطار وصلاة الترويح وإن شاء الله ربنا يفرجها على الجميع ونخلص من كورونا كل سنة عنا يعني بيكون في تقدم وفي أشياء جديدة وكأنه جو عربي منحس حالنا في بلادنا خاصة هنا في منطرة بيرج الجالية العربية يعني مهتمة كتير والجوامع الزباين كل يوم عنا زباين جديدة بناء على الدعاية اللي بيعملوها الزباين بأنفسهم يعني بدون ما إحنا نعمل دعاية فلي بيأخذ بيجرب بيشوف إيش المنتج بيبعث الباقي فإحنا اعتمدنا في الدعاية أكتر الناس اللي تحكي بالأصناف اللي بتاكلها وبالطعام وبالجودة تبعتنا بينما تتجول في شوارع نيويورك حيث تتواجد الجاليات العربية تظهر تلك الروائح متمثلة في تعليق الزينة في بعض الأماكن مرافقة لأعلام الدول العربية المختلفة التي حرصوا على وضعها بجوار هلال رمضان وخصوصا أمام المطاعم التي تقدم العديد من الأصناف بين المشروبات الرمضانية المعروفة من الطمر والخروب إلى الأكلات والأطباق المحبوبة لدى العرب انتهاءا بالحلويات الشرقية التي حرصوا على تقديمها شهر رمضان الذي قيل في فضائله أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره وعيدكم من النار تحاول الجاليات المصرية والعربية أن تعيش روحانياته حتى وإن كانت خارق حدود الوطن كل عام وحضراتكم بخير يسنور دين إكسرا نيوز نيويورك